تعتزم تركيا منح الجنسية لعدد من اللاجئين السوريين والعراقيين الموجودين داخل مخيمات الوجوء وخارجها في البلاد وقال الرئيس التركي رجل طيب أردغان إنه بموجب الدراسة التي تجريها وزارة الداخلية ستمنح جزءا من السوريين والعراقيين الجنسيات وذلك بعد إجراء كامل التحقيقات اللازمة مضيفا أنه من ضمن هؤلاء أناس مؤهلون بشكل جيد مثل المهندسين والمحامين والأطباء وستنعمل على الاستفادة منهم وتستضيف تركيا على أراضيها أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ من سوريا والعراق جزء منهم يقيمون في المخيمات والبقية منهم في المتن